حلو؟ فدي كلها أمور ونقاط مهمة قوي لازم نحن نركز فيها ماشي الجزء الأهم بقى أن دي صفحة وخلصت صفحة وتقفلت زي مثلا لما كسبنا كده مطش منتري كان التفكير ايه في كاس العالم صفحة وخلصت احنا كسبنا خلاص عادي كسبنا عايزين نركز في مطش بها المراسة ما وفقناش في مطش بها المراسة خسرنا نركز في مطش الهلال ركزنا جامد وخلاص قفلنا صفحة بالمراسة والخسارة رجم التموح كان كبير كسبنا الهلال الأربعة فسواء بتكسب أو بتخسر الصفحة بتتقفل لأنه هو ده برضو أو هي دي الأندية الكبيرة دايما لما تخسر أو تكسب تبص الأدام اللي حصل أو المطش الخرص ده في الماضي أصبح في الماضي تركز في اللي جاي ودي سمة أساسية حتساعد بشكل كبير جدا في فرق أكلال الفترة اللي جاي فالتفكير كله في إيه دي الوقت في مباراة فرقه يوم الثلاث مطش في الدوري مهم بطولة الدوري احنا فقدناها الموسم اللي فات حاجة برضو صعبة شوية على الأهلوية إن شاء الله تكون خطوة من ضمن الخطوات اللي تساعد الأهل إن هو يستعيد اللقاء قبل مطش حيكون مهم بقى قوي وفرص الأهل في أفريقيا قائمة وبصورة كبيرة يا جماعة هو مباراة المريخ عندك المريخ هنا والمريخ هنا والهلال هنا وسان داونز هو اللي بر وتقدر تكسب سان داونز بر وتقدر تاخد طارق من سان داونز بر إن هو كسبك على ملعبك تكسبه بقى على ملعبك الأهم حتى لو ما كسبت السان داونز الأهم إنك تتأهل وده بإذن الله واحد أحد هيحصل لأنه عندنا فعلا فرقة ممتازة فالتفكير كله منصب نحو إيه؟ نحو مباراة فارقو تخلص مباراة فارقو نركز في المريخ واحدة واحدة خطوة خطوة وده لو قلت حراركم عليه للأسبوع اللي فات إن حتى لو حصل أي إخفاقات أو أي تعصرات بالنسبة للفريق على مدار الفترة اللي جاي المباراة اللي جاي الغير حاسمة الغير حاسمة ركز في الحتة دي دور جمهور الأهلي المسندة والدع وفي ظهر الفرق على الحلوة والمر زي ما إحنا متعاودين وده حاجة إحنا مش محتاجين نقول لجمهور الأهلي إحنا شفناها على أرض الواقع نبرح في الملعب بعد ما ببراه انتهت عايزين نشوف ترتيب المجموعات بس قبل ما نشوف ترتيب المجموعات لو ينفع نعرض لقطات من المران النهاردة كده عشانها بس عايز أوري جمهور النادي الأهلي قدي إيه؟ اللعيبة نفسهم؟ أيوة كده والجهاز الفني بيبقوا متضايقين لما بنخسر بص كده واحدة بص الراجل قاعد حزين موسمان بص طاهر في اللقطة اللي فاتت دي تكشيرا إحنا متعاودين لعبت الأهلي نازلة كده خارجة من غرف الملابس دخل على أستاذ مختار تيتش عشان يتمرنوا ابتسامات وهزار ودحك لأن بص حالة تزعل على طاهر طاهر من اللعبة اللي عامله شوت أول مميز نبرح بالمناسبة تمام؟ واحد من اللعبة اللي ساهمت في كاس السوبر أفريكي بشكل ممتاز جاب جون مهمة أو بالنسبة فلعب كويس آه وارد فترة يبقى موفق فترة ما يبقاش موفق فده بيحصل محمد هاني بص حالة الحزن عشان ما تفتكرش انت كواحد أهلاوي أو كإحنا كجماهير للنادي الأهلي إحنا بس اللي بنزعل وإحنا بس اللي ممكن ما ننمش لو خسرنا وكام من ده لأ اللعبة هم هم زيك بالزبط لهو حمدي فاتح واحد من الرجالة قوي حمدي راجل قوي من أكتر يعني مش عايز أقول من أكتر هو طبيعته بيزعل قوي لما بيخسر حتى لو في التمرين بالمناسبة أفشل شوف حالة الحزن الزعل بالمناسبة الزعل ده والحالة دي مش هتأثر عليهم ما قال اللي هو إحباط خلي بالك في فرق ما بين الحزن والإحباط ان انت تبقى زعلان دي حاجة والزعل ده يديك تدافع لللي جاي والإحباط اللي هو يوقعك بعد كده هو حزن مصحوب بتركيز واضح للعيب اللي هو يا جماعة لا ما ينفعش نفوق نفسنا ما ينفعش احنا نرجع كده نكسب المطشاط اللي جاية دوري أفريقيا ان شاء الله ربنا يكرمنا المهم التوفيق يكون حالفنا وده بإذن الله ربنا يكرمنا بيه خلال الفترة اللي جاية المهم انت تعمل كل المجهود اللي عليك في الملعب وإحنا عملنا مجهود كبير جدا في الحقيقة مبارح بس ما كانش فيه توفيق وكان فيه بعض الأخطاء الفنية البسيطة جدا اللي كانت ممكن تكون قصريت على المبر فدي لقطات كانت مهمة بالنسبة لي حبيت أوريها لحضراتكم عشان جمهور الأهلي يبقى عارف طيب ترجمة نانسي قنقر